يا رب بارك كلمتك امسحها إلنا بقوة الروح القدس تكلم إلى قلوبنا تعامل مع رب سوع بالكلم لأن كلمتك حي وفعالي وأمضى من كل سيف دي حدين في اسم يسوع ماسحا المتكلم والسامعين ومنعلن أنه لنا فكر المسيح أفكارنا مستأثرة لفكر المسيح نصل ضد كل تشويش بالثهن بالفكر نصل من أجل يا رب أن كلمتك تقع في الأرض الجيدة تلمس وتغير وتعمل في القلوب بالروح القدس في اسم يسوع رسالة بولوس الرسول إلى أهل كورونتوس أو الرسالة الثانية إلى أهل كورونتوس أصحاح 11 وأول ثلاث أعداد بولوس بتكلم إلى هذه الكنيسة والعنوان المكتوب بولوس والرسل الكذبة قول ليتكم تحتملون غباوتي قليلا بل أنتم محتملية فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يبارك لنا الرب كلمة توفي هذا المساء حابب أشارككم اليوم ويمكن أكمل السبت أو الخميس الجاي بشوف كيف الرب بقود بعنوان عن عنوان الخدمة هو حياة البساطة في المسيح حياة البساطة بالمسيح محتاجين نعرف أن الحياة في ملكوت الله يعني مختلفة عن الحياة في العالم المفروض يعني حياة في ملكوت الله مختلفة عن الحياة في العالم لأن ملكوت الله ملكوت روحي ولأن ملكوت روحي له مبادئ وقوانين تختلف عن مبادئ وقوانين العالم عشان هيك يعني ما بنفعش أعيش في ملكوت الله وأكون مؤمن في المسيح وأستمر عايش بحسب فكر العالم بحسب مبادئ العالم بحسب منهج العالم وهذا اللي منسميه التشكيل الإلهي الرب خدنا إلى من ملكوت الأرض من ملكوت العالم إلى ملكوت الله وبيبدا يغير في أفكارنا ويشكل فينا ويغير في حياتنا حتى حياتنا تشبه صورة المسيح هذا الهدف اللي احنا بنصله نسعى أن نصل إلى قياس قامت من المسيح وهذا مهم ندرك أنه أنا لازم أتغير أنا لازم أعطي مجال للرب يغيرني وأتشكل بحسب صورة المسيح لأنه ما بنفعش أكون بملكوت الله ونفس وقت أنا بتصرف بحسب مبادئ وقوانين العالم مثل أحد يسافر على أمريكا أو يسافر على أوروبا عشان يقدر يعيش غاد لازم يفهم يعني طريقها الدولي هاي كيف أو كيف يفهم مبادئ الدولي يفهم قوانين الدولي يفهم الشعب هذا شو تقاليده شو عاداته كيف يتصرف حتى يقدر يعيش معهن يعيش بوسطهن ومحتاج يغير العادات والتقاليد وإلا راح يتصدم معهن ومش راح يعرف يعيش معهن أو مثال تاني شخص بروح بسافر على أبروس بدي سوق السيارة غاد إيش يبميز أبروس بالسواء أنه ستيرينج موجود على الشمال إحنا متعودين بسوق السيارة على اليمين فتخيل واحد مش بتعود إنه يسوق بهت إحنا من سوق على الشمال وهن بسوق على اليمين شكرا أنا عشان شمالي بيظن فإذا أنت بيش يتعود تسوق بالجهة اليمين وتخيل واحد مش متدرب لهذا الاشي بدي روح يأخذ سوق السيارة ومفكروا أن أنا بقدر أسوق بس بالعقلية تبعت إيش إنه المقود موجود على الشمال بس أنا بدأ أسوق بالمقود على اليمين إيش يتوقعوا يصير ممكن يقزي حاله ويقزي الآخرين بالضبط نفس الفكر نفس الفكر ما تقدر تعيش ضمن ملكوت الله بدون ما تفهم مبادئ هذا الملكوت بدون ما تقدر تفصل بين نظام وقوانين هذا الملكوت ملكوت الله وبين نظام العالم الحاضر اللي غالبا بيكون معاكس معاكس لما يقوله في ملكوت الله لمعلم به المسيح للمبادئ للرب بعلمنا فيها ومثلا كيف نتعامل مع الآخرين كيف أتعامل مع أهل بيتي كيف أتعامل مع المال كيف أتعامل مع قوانين الدولة اللي أنا عايش فيها كيف أتعامل مع السلطة الروحية والغطاء الروحي من خلال أن أكون أنا أتعلم الخضوع وأفهم بين الفرق بين الخضوع والخنوع وكيف أن هذا حماي إلي وليس تسلط على حياتي كيف أسمح للروح الكدس وكلمة الله أن أتغير مفاهيمي حتى أقدر أعيش بفكر المسيح بملكوت المسيح الموضوع ملكوت الله هو موضوع واسع جدا لكن اليوم سأتكلم عن جزء بسيط وكأنه هناك صورة ملاني بازل وأنا أطعى واحدة أطعى من هذه الصورة اللي هو مفهوم بسيط سأتكلم لأن الموضوع البساطة فنفعش أحكي موضوع معقد فأحكي موضوع بسيط سهل وهو البساطة التي في المسيح هذا مبدأ مهم يجب أن نفهمه لكي نعرف كيف نعيش بحسبه وكلمة البساطة أو كلمة البساطة وردت هذه الكلمة عدة مرات بالكتاب المقدس مثلا يسوع تكلم في متى 10-16 قال كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات فبيحكي عن بساطة البساطة وبيشبهها بالحمام وكلمة بسيط أو بساطة بالقموس لها عدة معاني متنوعة ممكن يعني واحدة من المعاني بسيط تكون هو وديعة أو شخص غير مؤذي كالحمام شفتوا مرة حمام تهجم نصر بهجم الحمام وديعة فكونوا بسطاء كالحمام البساطة معنى تاني للبساطة يعني شخص عنده سلاسة الطبع أو شخص هوين تتعامل معاه بسيط سهل تتعامل معاه ستصيد في تعامله مع الآخرين أو ماخد كمان مفهوم آخر يعني أوضح البساطة عكس التعقيد فالشخص البسيط هو الشخص اللي بش بعقدش الأمور كل شي بتحكي معاه بعقده كل شي بتحكي معاه يعني بسيط وغير معقد بنفس الوقت في أشخاص بفكروا إنه الشخص البسيط ما في عنده عمق لا مش هيك الشخص البسيط ممكن يكون عميق هو عنده عمق ممكن تعيش ببساطة لكن تقدر تدخل بأعماق كثيرة بدون ما تعقد الأمور كمان فكر الشخص البسيط هو شخص نقي شخص شفاف اللي جوا مثل البرة فاللي في قلبه موجود في الخارج مش شخص مرائي أو خبيث أو مناور لكن اللي في قلبه على رأس لسانه زي بقول المثل شخص بسيط الشخص البسيط بيعبر عن نفسه بصراحة وبشفافية ما بخبّ شيء في قلبه بدش بالعالم بضحك بوجك بيحكي بظهرك هاي ما فيه العالم لكن الرب ديانا نعيش حياة البساطة نكون شفافين نعيش في نتعامل مع بعض بصراحة بشفافية الشخص البسيط نيتو سليمي شخص صادق في كلامه لما بيقولك أنا بحبك هو بيعني ما يقول مخلص في تعاملاته مع الآخرين بتكلم بصراحة وبوضوح هاي الكلمة استخدمت استخدامات كتير في الكتاب المقدس لكن اليوم بدي أركز على معنى واحد اللي ذكروا الرسول بولوس هون في كورونتوس الثاني الصاح 11 بثلاث كلمات اللي راح أحكي منه نكلمة واحدة البساطة التي في المسيح نهم الكلمة الثانية البساطة التي لنا مع المسيح والكلمة الثالثة البساطة التي بين بعضنا البعض كيف نكون بسطاء بتعاملنا مع بعضنا البعض فالكلمة الأولى هي البساطة التي في المسيح اللي راح يعني أتوسع فيها حسب الوقت الموجود معنا في هذا المساء البساطة التي في المسيح بولوس بحاول يشرح في هذه الرسالة ويقول لأهل كورونتوس احضروا انتبهوا لأن هناك أمور كتير ممكن تخدعكم ممكن تبعدكم عن المسيح انتبهوا في عدو غير مرئة يأتي أحيانا كأسد مزمجر شو بنعمل قاوموه راسخي بالإيمان لكن الأخطر هو يأتي كحية خادعة انت بش حاسس فيه انت بش منتبهله انت بش عارف يأتي بكلمات خداع يأتي من خلال أفكار يأتي من خلال أشخاص يأتي من خلال ظروف أوضاع أمور كتيري اللي ممكن هو يخدعك فيها شو الهدف حتى يبعدك الهدف حتى يشككك بحق الله بالحق الكتابي يشككك بنقاء المسيح بأمانة المسيح بصلاح المسيح بكفاية المسيح وببساطة المسيح وصدق كلام المسيح وعدد 13 من نفس الأصحاح أنا ما أردش العدد لكن بقى رائسة بقول ان انتبهوا هناك في رسل كذبي كان عم بيحذرهم من موضوع الرسل الكذبي هناك رسل كذبي هناك فعلة ماكرون مقول مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح شو هدفهم يفوتوا كأنه يبثوا تعليم غلط كأنه يحطوا سم داخل الأكل حتى هن يتشوشوا بمفهومهم لمن هو شخص المسيح وكل هدفهم أن يفسدوا أذهان المؤمنين وأفكار المؤمنين عن إيش؟ عن البساطة التي في المسيح بولوس بيبدأ كلامه وزمق رينا بقول لي ليتكم تحتملون غباوتي قليلا بل أنتم محتملية فإني أغار عليكم غيرة الله يعني أنا بتكلم بدافع بقول بدافع إيش؟ غيرتي وغيرة الله عليكم وأنا غيران عليكم أنا خايف عليكم عشان ليك عم بحكيكو بقول بولوس وبكتبلكو هذه الرسالة بقول لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح عذراء عفيفة يعني بولوس كل هدفه أن المؤمنين يعيشوا بإخلاص وبحب وبكل بساطة في علاقتهم مع المسيح عدد ثلاثة بقول ولكني أخاف أنه كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح هم بولوس عم بتكلم عن أول مشكلة صارت في الجنة هي من الحي أجت وخدعت حواء بمكرها وخلت يعني حواء وبعدين آدم يخطئوا إلى الله وبالتالي كل البشرية سقطت بالخطيئة وهم بولوس عم بقول لأهل كرونتوس انتبهوا ما تسقطوا بنفس الغلطة انتبهوا ما تنخدعوا من كلام هؤلاء الرسل الكذبة اللي بعيدتهم إبليس حتى يشوه صورة المسيح حتى يبعدكم عن الحق وعن بساطة الإيمان بالمسيح لاحظ الخداع غير عن الصرقة لما واحد يسرق منك شغلة يخدها غصبا عنك أو يخدها لكن عندما يخدعك يعني هو يضحق عليك أو يتكلم بكلام فيه صدق وفيه عدم صدق وانت بتوافق معها وتقتنع طبعا لأنك تكون مخدوع وانت بمحت إرادتك بتعطيه الشغلة أو يخدها منك بمحت إرادتك لأنك مخدوع فالخداع شيء صعب هذا يعني اللي حدث مع حوة لمن تحاورت الحي أو العدو إبليس معها حقا قال الله لا تأكلان من هذه الشجرة وشوف الخداع هنا يعني الميسر أو الرسالة بدأت وصلها وصلها الشيطان أو الحي لحوة إن الله مش مستقيم معكم الله غير يعني مش عارف مصلحتك أنا فيه مخبّ عنكم شغلي لأنه بحبكوش كيف هاي فأنا بدي أقولكو أنا أقولكو الإش اللي أنا أنتو مخبّين الله مخبّينا عنكو إنه إيش يوم تأكلان منها لن تموتا لكن تصيرها مثل الله عارفين الخير والشر خداع كلام فيه شيء صحيح لكن بنفس الوقت في داخله كذب في داخله غلط زي السم الموجود بالطعام هون بولوس بقول لن يعني بيجب لن هذا المثل وبقول لن أنا خايف عليكم يا أهل كورونتوس أحسن ما تنخدوا تخدعكم الحي بمقرها من خلال الرسل الكذب وتفسد أذهانكم عن البساطة عن الإخلاص عن التكريس اللي إلكم للمسيح واحدة من المعاني المهمة جدا هي بساطة المسيح إنه المسيح يعني يسوع في شخصيته كان بسيط وهذه واحدة من الأشياء اللي بدأ أحكي عنها اليوم إنه إحنا مثالنا مين هو المسيح وهو قدوتنا وهو بدينا نرجع من جديد منعقدش الحياة والمسيحة مع الرب ونبسطها لأنه هو هيك كان وهيك بعلم وهيك مشي وهيك عاش ليش المسيح هو شخص بسيط؟ تعلمنا بحث مع بعض ونشوف أول شيء منشوف لأنه كان قريب جدا من الناس يسوع كان قريب من فئات المجتمع أول شيء منشوف كان بسيط في كلامه سهل ما فيش كلامه ما فيش تعئدات يعني لمن كان يحكي ويشارك الناس بالأمثال والتعليم مش صعب تفهمه أو تفهم شو عم بقول ومع كونه هو يعني كان يتكلم ببساطة وبشكل سلس إلا أنه كلامه كان فيه عم فهو بسيط في كلامه لكن عميق في كلامه بنفس الوقت أعطي مثال الإبن الضل الإبن الضل قصة حكاها يسوع مش بحتاجة دكتوراه عشان تفهمها مش بحتاجة تدرس لهوت عشان تفهمها لكن أي واحد بقرأ القصة بفهم بقدر يفهم يعني القصة مش معقدة سهلة لكن لنا 2000 سنة نوعظ عن هذا المثل ولي حدتي اليوم كل ما نوعظ عنه منلاقي فيه أبعاد جديدة ولا مرة اكتشفناها فهي القصة فهو بسيط لكنه عميق هذا يسوع هذا هو الرب فهو قريب كلامه يعني قريب جدا من الناس لكن أيضا يسوع كان بسيط ليس بس بكلامه لكن في تعاملاته المسيح كان قريب جدا من الناس وين كان يجلس مع العشرين والخطاه سوف يدور على فئات المجتمع اللي هلقدي يعني كان من العار أو من العدم اللائق أنك تقعد معه كان يحاور الفرسيين ورجال الدين اختار يعني مجمو الأغلبية التلاميذة وكانوا إيش صيادين سمك كان يتكلم بأمثال وبقصص من واقع الحياة كانش يجيب أشياء معقدي كلها أشياء أني فهمينها هني شايفينها هني عايشينها يوم بعد يوم كان يشارك الناس بأفراحهم بأطراحهم ونشوف أول معجز يعملها يسوع عرص كان عرص في قانا الجليل بعدين منشوف راح على بيت ييروس وهناك على المأتم وأقام ابنة ييروس تقابل في موكبه مع موكب جنازة ابن أرملة نيين وحول هذا الأمر من حزن إلى فرح راح إلى قبر لعازر بكى معهم لكن أيضا صنع المعجزة يسوع كان موجود في كل يعني يشارك الناس في أفراحها وفي أطراحها أشبع الجموع يعني بعد ثلاثة أيام كانوا جوعانين أشبعهم خمس خبزات وسمكتين في مرة كان مع التلاميذ وهن موجودين في العاصفة كان نايم معهن واستنت يفيقوا عشان يسكت العاصفة في مرة تانية جاء ماشيا فوق الماء حتى ينقذهم مر في أريحة وقف تحت التيني ونادى على مين زكا انزل أنا مزمع أن أمكث في بيتك اليوم يسوع كان كتير قريب من الناس كان قادر يوصل لكل واحد شفى وأبرأ الكاثرين جميع بقولي كتاب الذين مسوهوا نالوا الشفاء كان يجول يعلم يكرز بملكوت الله يعلم الشعب ويصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس يسوع أخرج لجئون من من يعني كرة الشخص اللي كان ملبوس بالأرواح بكرة الجدريين حرر كثيرين يسوع بسيط بتعاملاته معنا وفي تعليمه لكنه كان عميق جدا جدا أعطي مثال لوحدي من الشغلات اللي فيها بشوف فيها عمق في تعاملات يسوع لمن أرسقنا الجليل كنا حفظين الأسرة والمثل فرغ الخمر تخيل أنت عازة من جماعة العرس وفجأة من نص العرس إن قطعته من المشروب أو إن قطعته من الأكل أو الأكل مكفاش وقجت الناس وقالوا وفيش إيش فيش أكل بهدلي وعزارة ويعني يا أرض نشأ بالعينة ومصيبة مننا ندبر أكل من تحت الأرض فهون الموقف كان شيء مشابه يسوع جاي وطبعا يسوع كانش بعده يصنع معجزات أول معجزة يسوع اختار أنه يصنعها هيش في عرص قان الجليل يحول الماء إلى خمر يمكن أنا وكنت هناك قد بقتري على يسوع أنه تكون أول معجزة إقامة ميت ليش عشان يعني يظهر قوته ويكون هيك انطلاقة كبيرة بس يسوع بيختار يعني معجزة مختلفة أنه هو يحول في عرص في فرح أنه يحول الماء إلى خمر ولاحظ مريم لما راحت لعنده قالت له إيش إنه إعمل قول يعني لما قالت قالت له يعمل هذا الشيء إيش يجاوبها يسوع لم تأتي ساعتي بعد عنا إيش عام بيحكي يعني بيحكي يحنى بيحكي عن موضوع الساعة والساعة هي ساعة الصليب بنشوف في يحنى في الأصحاحات اللي فيها قرب يسوع أن يصل بقال قد أتت الساعة هي تمجد ابن الإنسان فقال له ساعة يعني يسوع بفرح يسوع بعرس الفرح الحقيقي اللي فيه راح يظهر مجدي ما أجاش بعده لكن أنا بدي أعطي عربون أبدأ معجزاتي بعرس فرح كرمز وهي للفرح الحقيقي الذي سيظهر بالقيامة من بين الأموات هناك عندما تأتي ساعة الصليب ويقوم المسيح من بين الأموات يأتي الفرح الحقيقي المسيح قام بالحقيقة قام عميق يسوع عميق ولا مرة فكرت فيها هي بسيط بس عميق ما أعظم كل شي بيعمل له حساب كل شي برتب له بسيك لكن يسوع قريب من الأولاد مرقص عشرة معروفة هذه الأيات كلها قدموا إليه أولاد الأهل جابوا أولادهم تعرف أهل كله بس برك جميع الذين يعني يسوع جاي ويصير ما يحط إيدينه ويبركنا جابوا لأولاد حتى يبرك حتى يضع يلمس ويبرك من اللي وقف وانتهر وعمل شوشرة تلاميذ انتهروا الأهل لما انتهروا الأهل بقول يعني انتهروا الأهل شو يسوع في مرقص عشرة في عبارة ملاحظة إغطاذة يسوع مرقص بكتب ومتا بركب إغطاذة طبعا يعني أكيد كان في كان في رد فعل عند يسوع مش عارف بالظبط رفع مبرد صوته بين عوجه وانه نرفز مش عارف كيف بالظبط اللي قدر مرقص أو النقل طبعا مرقص اللي نقل له بطرس يعني كان بيّن من رد فعل جسم أو رد فعل يسوع إنه يغطاذ فكتبوا هذه العبارة اغطاذ فكان عند يسوع رد فعل وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات بعدين بيقول لي من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخل ملكوت الله أو ملكوت السموات إيش المعنى الروحي من هذا نهاية التصرف اللي تصرف يسوع بسيط لكنه عميق وكأنه الربع بيحكي معاي وبيحكي معاك المسيح يعني بيقدم رسالة لكل أب وأم عنده ولاد في حدا فيه إشي أغلى من أولاده على قلبه كلنا يعني أولادنا كلنا غلين وكأنه يسوع بقول أولادكم غلين جدا على قلبي مهما حاول العالم حتى المؤمنين يبعدوهم عني زي ما الأهل التلميذ حاولوا يبعدوا لأولاد حان يسوع أنا كأنه يسوع ما زال يرغب أن يكون قريب من الأولاد يسوع بسيط بس عميق يا جماعة عميق جدا يعني مع الفرسيين مع التلميذ مع الشعب مع الجموع مع الأولاد يسوع قدري يتعامل مع كل فئات المجتمع بشكل عجيب جدا والشيء اللي بميز لأولاد إنهن بسطة يعني الولد لما يكون عامل عملي بس يطلع عليه دور بتقفره بيين يعني يعني يعرفش يعلم يعرفش يكذب يعرفش يدون ويلف ويضحق لك بوجهك وكذا وبعدين في مثل احنا مثالنا عربية دائما ما اقترنا بالأمثال اعرف أسرارهن من أولادهن من صغارهن من صغارهن فالولد بيجيك على قلبه رحين نطفش بتعرف كل القصص اللي بيصير بالبيت بين الولاد ليش لأنه بسيط اللي بقلبه هاي الصفة هاي اللي بقلبه شفاف ما بيكون بقلبه حاطط ضغينه وبتحك بوجهك لا بسيط فبقول لي قديش مهم هذا الصفة إنه إنه نكون في حياتنا حياة البساطة إلا مترجع وتصيره مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات يسوع تلاتي كان بسيط في تعام في تعليمه كان يعلم تعليم عميقة لكن بنفس الوقت بسيطة هوين نفهمها يعني في متة مثلا بدأ أحكي عن تعليم واحد وأختم فيه لم من أجل الفرسيين طبعا الفرسيين اللي هني حفظين العهد القديم عن ظهر قلب حرف حرف جملة جملة آي آي قالوا له في متة 22 يا معلم أي توصية هي العظمة في النموس جاءوا بيسوع وبسط لن كل النموس قال لن اسمعوا كل النموس والوصايا العشر وبتعرفوا فيه عندهم وصايا فيش إلى نهاية قدمة فيه وصايا أعمل هيك وتعمل شيك وسوي هيك وتسويش هيك وكذا قال لن شايفين كل هاي اللي طويلة عريضة لحطينا تطلخص في وسيطين تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق النموس كله والأنبياء يعني بسطها مع قدش اللهوت بسط اللهوت وكل بساطة يعني حب الرب حب نفسك وحب الآخرين هذه هي يعني تتلخص كلها بهذا الفكر فيسوع بسط وسهل الموضوع عليهم وخليه واضح ومفهوم أبسط واحد بقدر يفهم الموضوع بينما هني كانوا معاقدين الدنيا وصار هوي إنك تفهمه هوي إنك تفهم حب الرب حب نفسك حب الآخرين بس تعال طبقه تطبيقه صعب بقوتك بتقدرش تفهمه هوي بس تعال المشكلة وين كيف نطبقه طب كيفنا نطبقه إحنا بقوتنا مش قادرين نحب الرب زي ما لازم مش قادرين نحب حالنا مش قادرين نحب الآخرين كيف تحب الآخرين إذا أنت مش حاب بحالك إذا أنت مش قبلان نفسك فاقد الشيء إيش ماله إذا فيش بقلبي محبي كيف أنا بضعطي محبي لو أنا فيش بقلبي محبي طب شو الحل حل عنده بولوس شو بقول برومية خمسة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلنة محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلنة كم مرة محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلنة اليوم نعبد الرب أنا قلت له خلينا نعيد ليش ليش خلينا نعيد لأن هذه اللحظات الذهبية اللحظات المقدسة اللي فيها احنا منعطي المجال انه نفتح الباب للروح القدس روح الله القدوس يجي ويسكب هاي المحبة في قلوبنا يجي ويغير يجي ويطهر يجي ويقدس يجي ويملأ قلوبنا وحياتنا بهذه المحبة حتى نقدر نحبه لانه بقول في يحنى الاولى 4-19 نحن نحبه لانه ايش هو احبنا انت تدرش تحب بوتك هادي هو لازم يحط فيك هادي المحبة نحبه لانه هو احبنا اولا هاده هو اللهوت اللي احنا محتاجين نعيشه بكل بساطة قولوا رب تعال اسكب في قلبك في قلبي من محبتك يا روح الله كيف بدي يجي عن طريق الروح القدس اذا مسكر عن الروح القدس مش راح تقدر تمتلي بهذه المحبة لكن روح الله من جديد تعال وعمل في قلبي انا متاح يعني الترانيم الليلة اللي رنمناها مطابقة تماما للكلمة البسيطة اللي انا محضرها وكأن الروح الرب انا مش عارف شو محضر هو يعني انا هو بابعت الديستة بس انا مطلعتش عليها اماني قدام الرب ما انتبهت الشو لحطه بس انا متاح لك افعل بيا لما تقولوا انا متاح لك بيجي الرب ايش بروح القدس بيعمل في قلبك بيعمل في قلبك بيعمل في حياتك وبيبدأ الرب يملاك وكمان كمان موجة وكمان مل واسلال الشفتة وكمان سلي ورب بيبدأ يملأ يبدأ يملأ واشي الرب رفعنا وطلعنا ونزلنا وهي شافتيك وهي شاف هيك شو الرب عم بيعمل رب عم برجع من جديد بيملانا بروح القدس عشان نقدر من جديد يسكب هاي المحبة في قلوبنا ولمن إحنا منقدر نكون حملين محبة الله وكل أكتر متاحين إنه محبة الله تيجي في قلوبنا راح أقدر أحب نفس راح أقدر أحب أخوي راح أقدر أحب الكل بدون أي مجهود بدون أي ضغط لكن بكل بساطة بكل بساطة نحب بعض مش قدرين بس هو بقدر إذا إحنا أعطنا مجال يعمل فينا شغلة بسيطة بس إحنا نفهمها ونقدر نعطي المجال هو يعمل فينا كيف أقدر أعطي مجال للرب بكل بساطة إن أنا أمتلق بالروح القدس باستمرار يروح الله إملاني أمين لما أقدر أكون أعطي مجال وقت أمكث محضر رب يا رب أنا متاح لك حط ترتيلة في الكنيبيت الاجتماعات موجودة حط الاجتماع اليوم الترنيمي على الهاي وردتل في البيت خد لك ربع ساعة ترنيم أعطي وقت للرب بالسيارة أعطي وقت إنك أنت تعبد الرب لما نعبده أعبده بالروح بالحق يعني إحنا قاعدين هون وآخرين بكونوا قاعدين في محل آخر إيش أقول وين بس أنا بطلع هيك قلبي بحزن لما بشوف ناس منسبيي في حبه زي ما حكي أقول اليوم زي ما حكي وناس قاعدين تتفرج فإحنا محتاجين إيش نعمل فوت أعبدوا بالروح الحق أنت جاي تتقابل مع الملك مع الرب جاي متقابل مع إلهين جاي متقابل مع يهو رافا هو عنده كل إشي فيا رب أنا هون تعال وعمل في قلبي لما إحنا منكون بهذا الروح ومنيجي بنعبده بتلاقي إيش محابته بتنسكب شفاءه بينسكب فكره بملا فكري بتتغير كل حياتي فصورتي بتتغير لتشبه صورة المسيح مرات كتير بيكون قاعدين في محضر رب حتى لو مش فاهم شو عم بيصير بعقلي بفكري أنا مش فاهم شو اللي عم بيصير بس بروحي الروح فاهم بروحي أنا قادر أفهم بروحي أنا قادر أتلامس تعرفوا من هدول اللي بيقدروا بسهولة البسطة شليك بتلاقي مرات الولاد بتلامسوا مع روح الله الولاد أنا اكتشفت الولاد بتلامسوا أكتر منه ومنك مع روح الله ليش لأنه عنصر عندنا عنصر البساطة بيقبل بيصدق بيكون قابل أنه يستسلم لما يصنعه الرب حتى لو مش فاهم بعقله بس بروحه هو قريب هو منفتح فاقول له يا رب أعطيني بساطة الأولاد روح البساطة نرجع نحب بعض نرجع نتعامل مع بعض ونرجع نتعامل بعلاقاتنا مع الرب ما نعقدش الإيمان خلينا نبسطه بكل بساطة بنفس وقت بعمق بعمق لأنه الإشياء الإلهي فيه فيه عمق فيه عمق إلهي بدي أختم في هذا أقول لكم مرات لأختم هاي آخر مرة بدي أختم قال سبرجن ما بدنا تماما ربع شو نعمل قال سبرجن أحد وعاز المشهورين في العالم هذه العبارة قال كل ما كبرت في إيماني وعلاقتي مع المسيح كل مصار اللهوت اللي أنا بآمن فيه أكتر بساطة قالوا ما أنت لهوتك شو إيمانك قال اللهوتي بتلخص بجملة وحدة يسوع يحبني وهو كفاية لحياتي يسوع يحبني وهو كفاية ديش أكتر من هيك بس بدي أنا أكون حاسس بمحبته إلي ومليان بهذا الحب هذا بكفيني هذا بكفيني وبوفيني بولوس لخصها بأي أخرى قال الذي في أي أخرى في غلاطية غلاطية 22 قال الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي سؤال أنت حاسس أنه بحبك حاسس بهذا المحب الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي هل تشعور حلو أنك تحس أنك محبوب هل تشهد ببنيك أعطيك قوة تتحدى العالم كله ويسوع وياك من شديك من شديك الغني أشعر أنه بحبني أكتر طبعا ما أحبته بتتغيرش بس شعوري أنا بتغير ترمومتر اللي عندي بتغير كل ما بحس أنا أكتر محبوب شو بصير بلاقي نفسي بفيض بتسبيح بعبادة وبتسترنيم تعبير عن إيش عن حبه إلي كل ما بشبع بحبه بلاقي مستوى حبي إله بزيد كل ما بشبع بحبه بلاقي قادر أني أحب نفسي هقبل نفسي وقادر أحب الناس اللي حوالي السبب لأن أنا محبوب منه لكن لو أنا محروم من محبة الله مش راح أقدر أحب نفسي وللآخرين لأنه فائد الشيء لا يعطيه كل بساطة كل ما بتشبع بمحبة الرب أكتر كل ما راح تقدر تعيش معاه ببساطة أكتر لأنك محبوب زي ما قلتلكم سبرجن لخص هذا الأمر يسوع يحبني وهو كفاية لحياتي الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله بتقدر تقول لحالك أقول لحالك الذي أحبني وقد أسلم نفسه لأجلي يسوع يحبني احكي مع حالك يسوع يحبني وهو كفاية لحياتي أمين لو ننصلي يا رب جايين إليك بكل بساطة نقول لك يا رب رجعنا للبساطة التي في المسيح يسوع رجعين إلى حضنك الحنون حضنك المليان حب مليان حنان قلبك كله حنان يا رب يا حنان يا رب إحنا ككنيسة كلنا محتاجين نرجع نمتلي من هذا الحب اللي أنت أحببتنا فيه هذا المحبة اللي أظهرت بموتك على الصليب من فضلك يا رب يا رب اجدبنا إليك ارفعنا إليك قربنا إليك وإملانا من جديد بحبك بالروح القدس اللي بينسكب والي بتسكبه في قلوبنا خلينا نمتلي من هذا الحب يا رب أطلب معي يقوله يا رب املاني بحبك املاني بحبتك املاني بهذا الحب العجيب اللي ظهر في الصليب خليني يا رب أمتلي يوما بعد يوم بهذه المحبة حتى أقدر أحب نفسي حتى أقدر أحبك حتى أقدر أحب إخوتي إنزع كل تعائدات إنزع كل تعليم غلط إنزع كل تشويشات دخلت على حياتي ورجعنا إلى حياة البساطة التي لنا في المسيح يسوع نرجع يا رب كالأطفال بكل بساطة نقبلك ونحبك ونعيش بهذا الحب اللي أنت فيه أحببتنا وقلبك بيكون مليان فرح لما بتشوف ولادك بحبوك بحبوا أنفسهم بحبوا بعض لأن بهذا يعلم العالم أنكم تلميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض اختمع هذه الرسالة البسيطة بالروح القدس جعلها تكون بسيطة لكن عميقة تعمل في القلوب وتغير حياتنا تنزع كل الأمور الغلط وتعطينا نقدر بكل بساطة نعرف كيف نستقبل من عندك محبة كيف نستقبل ملء كيف نستقبل شفاء وحرية وفيض بالروح القدس شدد نفوسنا وأو حياتنا حتى نقدر يا رب سوع نرجع نكون زي ما أنت بدك إيانا نكون شكلنا إحنا متحين إحنا متحين على المذبح حياتنا ضدعها تعال وغيرنا تعال وشكلنا جميعنا محتاجين إلى عمل روحك القدوس في داخل قلوبنا تمجد ولإسمك نعطي كل الإكرام وكل حمد وكل شكر في اسم يسوع أمين تعال نوقف مع بعض نختم بصلاة البركة نقول والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا تدوم فينا أجمعين إلى أبد الآبدين أمين ثم أمين رب بارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر